الاهتمام بحقوق الولد أصبح شيء مفقود في بعض مجتمعاتنا النهاردة احنا دايماً بنكلم الشباب عن بر الوالدين احترام الأب والأم لكن النهاردة في الواقع في صور كتير من صور ظلم الآباء والأمهات للأولاد ومن ضمن صور الظلم دي أن الإنسان يرفض أو يتحصر على نعمة الأولاد أن يكون مش عايز أصلاً هذه النعمة مرة الأشعس بن قيس كان بيقول قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم هل لك من ولد يعني عندك أولاد فقال له لي غلام ولد لي في مخرجي إليك يعني في سفري إليك ولو وددت أن مكانه شبع القوم يعني وددت إن بدل ابن ده اللي هو ولد إن قوم يشبعوا من الطعام فيقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تقولن ذلك فإن فيهم قرة عين وأجراً إذا قبضوا يعني لما يموتوا ربنا سبحانه وتعالى يعطيك أجر عظيم ويقوله سيدنا رسول الله ثم إنهم لمشبنة محزنة إنهم لمشبنة محزنة ومن أعظم الآداب في التعامل مع أولادنا حسن تربيتهم الشفقة عليهم حسن معاملتهم والتودد ليهم والاستمتاع بوجودهم في الحياة ربنا سبحانه وتعالى بيقول المال والبنون زينة الحياة الدنيا ويروي سيدنا أبو هريرة رضي الله عنه إن سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم قبل الحسن بن علي وهو ابن بنته السيدة الزهراء رضي الله عنها وكان قاعد عنده الأقرع ابن حابس التميمي فبيقوله الأقرع إن لي عشرة من الولد ما قبلت منهم أحداً فنظر ليه سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال له من لا يرحم لا يرحم الرحمة بالولد والعطفة عليه في سائر شؤونه والرفق به من أهم المطلوبات الشرعية ومن صور الظلم للأولاد النهاردة إنه تعلق القلب الشديد بيهم ممكن يكون سبب من أسباب انصراف المؤمن لتحقيق رغبات أولاده حتى لو في الشر وحتى لو منعوه من الاشتغال بما خلق الإنسان لأجله وكذلك ممكن يكون من مظاهر الظلم للأولاد هو الحرص على جمع المال ليهم بدون معرفة مصدر المال هل هو من حلال ولا هو من حرام ربنا سبحانه وتعالى كثيراً ما يقرن الكلام على المال بالكلام على الولد في القرآن فيقول مثلاً اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد فزي ما الفلوس في الحياة سبب من أسباب الطغيان والظلم والتفاخر والسعي في كثرتها الأولاد كمان مش هتقل بحال من الأحوال عن الأموال والحقيقة أن ممكن محبة الولد ممكن تكون سبب ظلم كبير للإنسان لنفسه والولاده لأن المحبة الشديدة للولد ممكن تحمل الأب أو الأم على اقتراف الزنوب والآثام في سبيل تربيتهم والإنفاق عليهم وتكثير السروة ليهم حتى لو كانت السروة دي من حرام بل ممكن هذه المحبة أن هي تؤدي للجبن عند الحاجة للدفاع عن الأمة أو عن الحق أو الدين وممكن تؤدي للبخل في الزكاة والنفقات المفروضة وفيه شيء خطير جدا ممكن يجعل من أولادنا فتنة عظيمة أنه لو مات أحد من الأولاد فالطبيعي هو الحزن على الفقد فما من إنسان يفقد حد عزيز عليه إلا ويحزن حزن شديد وممكن هذا الحزن أو هذا الخوف والعياذ بالله يحمل الأب أو الأم على الصخط على الحق سبحانه وتعالى وتبدأ تحصل بعض المحرمات الشرعية زي نوح الأمهات، تمزيق السياب، لطم الوجوه والحقيقة أنه ممكن فتنة الولد تكون أكبر من فتنة المال الراجل بيكسب الفلوس من الحرام ويأكل أموال الناس بالحرام عشان خاطر أولاده ولذلك خلوا بالكم يا جماعة أنه من مظاهر الافتتن بالأولاد أنهما ممكن يكونوا سبب من أسباب نشوء النزاع في النفس يعني إيه نشوء النزاع في النفس؟ يعني يخلي القلب لا يقبل الحق ربنا سبحانه وتعالى بيقول يا أيها الذين آمنوا إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروهم وإن تعفوا وتصفحوا وتغفروا فإن الله غفور الرحيم بيرغى في سبب نزول هذه الآية أن الرجل سأل سيدنا عبدالله بن عباس عن سبب نزولها فعله كان فيه رجال أسلموا من أهل المدينة وأرادوا أنهم يأتوا للنبي صلى الله عليه وسلم يعني هاجروا لي وأبى أزواجهم وأولادهم أن يتركوهم يعني رفض أولادهم وأزواجهم أنهم يهاجروا فلما جوم للنبي صلى الله عليه وسلم ورأوا الناس قد أسلموا وفقهوا في الدين وتعلموا أشياء في الدين بدأوا يشعروا بالحزن والحسرة فربنا سبحانه وتعالى أنزل هذه الآية